أشكر الله على أعطاها الفرصة أنا دار أتكلم عن النقطة أنا أشبه لي أن الدين داد شكله دار يبقى زي السياسة لأنه حس الطلبة دال بيجو هنا دا حس السلفين يقنيهم يقول لهم يا أخ المولد دا حرام بعدين بعد ما أرجو تاني إندم شيخ تاني برضو يقنيهم يقول لهم إنه المولد دا حلال فالشباب دالت الغايم في وضعية زي ده هم حيكونوا تاهين هالليلة ممكن تبقى سلف بكرة تبقى صوفي كده وعما بالنسبة للمسالة الألمانية برضو إندي موضو دار يتكلم عنه تعقب إنه الألمانية دوم موك تتكلم عن حسب هم مفهوموك تتكلم عن الألمانية يعني هم قد يكون يعني توصيل الفكرة ما كانت صحيحة مش هم دارين يتبنوا أو دارين يكونوا ألماني أو دارين يكونوا بالديانة قس دوم إنه يفصل الدين عن الدولة كيف يعني؟ إنه الدولة مثلا زي ستودان دي اللهم السياسين لأنه هم بيقوموا بعملية سياسية ما دينية هم دارين أي زول يدمتها بحرية ومشاني إنه يعمل بارات والله الإسلام ده ما ينتشر وإنتهاء أي زول هو داري حتى نقل الإسلام حتى نقل الإسلام والمسيحين برضو كان فيه مسيحي يعمل لحتى عشان هو يباشر بواديه وحتى المناهج يكون فيها شنو؟ مناهج مسيحية ويكون فيها مناهج إسلامية فقد كل ذول يعرف حدوده أبرى القانون والدين كل ذول يباشر حاجاته طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يظهر من الأخ إنه حتى لو ما علماني مدسر بالعلمانين لو ما علماني هو مدسر بالعلمانين وكويس كونك تجي تناغش دي ما كعبة معانا نحن لكن إحنا دارين أنا دار أن أخشك بعلمية شوية أنا دارك تستفيد وأنا يعني حاسي بأنه أخونا دي أخوان نزول فيه خير والله وإنه العلمانين دي لوصلوا له معلومات غلط بس يعني لو عرف المعلومات دي صاح إن شاء الله بيخلي العلمانية ذاته وإنحنا دارين للناس قبل ما أجي لك الموضوع بتاع الصوفية والدين ده طيب العلمانية هو قال إنه النازل وصلت لهم فكرة شنو خاطئة إنه النازل ما دارين بارات وما دارين أي حاجة أنت أخونا ما سمع أنت بأسيوبيا واللجنو أسيوبيا دي هنا تركب الطيارة الأسيوبيا بجيبوا ليك دبارد ودي فانتا ودي مويا ودي ماريسا المنهج شنو منهج علماني أمريكا الكبيرة دي دار بيجاي بارة عرفتها بيجاي نسوان بيعرضا في روحي زي الدار تشتري لك موبايل بتارين عديل تشوف لك مرة فإنت ما تقول لي لا هم ما قصدين هم قالوا نحنا قصدين أنت أخونا معليش الفكرة ما واصلة لك أول زولة الوراكة الموضوع ده غشاء لأنه نحنا كمان نرجع للموضوع دي العلمانية دي نرجع لها من شنو من مصادر زاته هسيانا الليلة لو اتناغشتم ودي الموضوع الدارين نحنا أنا لما نجي اتناغش مع الصوفي ودي نقطة انت لو فيهمتها التشويش اللي بيحصل للطلبة دي زاته إن شاء الله ما بيحصل ليه لأنه أنا بناغشك بيما أرجع يعني أنا لما أجي أقول المولد فيه الأصوفي يقول المولد فيه وأنا أقول له المولد بدعة اللي بيفصل بيناتنا شنو يعني هسي في الدنيا فيه الدنيا الدنيا دي لو لو نفرين الشاكلوا بيجاي الحكم قال يا أخي الموضوع ده بلانتي واحد تاني قال لدي ما بلانتي عندهم لاشي بيفصلوا إلا ما عندهم يقول لك إذا دخلت كاميرات المراغبة وكده والزول ده شنكلوا من وراء وكده ولو ده في خط 18 ولو يسي ما شنو ما عارف خلاس واحد يقول لك لا وقع براو نجيب الكاميرا خلاس جيبنا الكاميرا أي وقع براو ابقى ما بلانتي في 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 فيصل ولا ما فيه في فيصل الدين فيه فيصل ولا ما فيه فيصل فيه ربنا قال فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا فإذا جاء الصوفي وجسل فيه دقال مولد فيه دقال مولد ما فيه نرجع لي وين نرجع للقرآن والسنة بفهم الصحابة لأنه أي واحد فيهم بيقول الغرآن والسنة لكن لابد بفهم الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار ما قال إلا أنصار صنة أو الصوفية أو الأخوان المسلمين أو إلى آخر قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي زي شنو زي زولت أقول ليه أسمع دا ليه يبقى يعني قرى جمعة الغرآن الكريم وبقيته محامي أنا ذاتي دار أبقى محامي يقول لك في منهج سنقول لتقرى كده وكده وكده وتانية كده وكده وكده المنهج دا أي زول قرىه ويمتحن فوقه بيبقى جنو بيبقى محامي كذلك الدين الدين دا عنده مرجعية ومنهج معين إذا بقيت عليه انت بتبقى ناجي طيب نمسك العلمانية العلمانية أخونا عندها كتب ولا ما عندها عندها مراجع ألا ما عندها مراجع نجي من تعريف ذاته عشان نتفق معاك في العلمانية كلمة العلمانية هس لو في زول عنده غاموس يجيبه لينا الآن شو زول عنده غاموس ها المهم لو في زول عنده يجيب أنا عندي قاعد قاعد في موبايلي لكن أنا دايري لو عنده غاموس في موبايلي برضو اللي مروه كلمة ساكيولر عرف القاموس العالمي اسمه قاموس قال هي بريطاني قال هي بتاع اكسوفورد لمش قال هي حركة اجتماعية دي العلمانية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الدنيا عن الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيوية فقط يعني موضوع ما في الدولة براه دا نمرة واحد نمرة اتنين من تعريف ذاته ساكيولر تعني دنيوي أو لا ديني الغاموس بتاع الياس انطوني دا سغير بتاع الجيب دا لو جبته مكتوب فوق الكلام دا ساكيولر تعني دنيوي أو شنو أو لا ديني فالعلمانية مش انو نحنا بنوري الطلبة انو بارات وما بارات مشكلتنا معاه في العقيدة اول حاجة اول حاجة في العقيدة العلمانين ما دايرين دين ما دايرين دين عرفتها؟ هدي اللي أنا معاي جرائي وريك الادلة للعلمانين الموجودين في السودان عرفتها؟ معلش كذي تبزيح عليدي شوية دانا اوريك كلام للعلمانين من العلمانين الصادق المهدي؟ ولا ما علماني؟ علماني كبير مؤسس حزب الامة عرفتها؟ دي جريدة اخر لحظة الخميس ستة وعشرين فبراير الفين وتيزعة من الزمن داك مصبينين لانه بيتقوم مناظرات والشغلة بتجد طيب قال الموافق اثنين ربيع الأول اللي بيحتفلوا بها الصوفية في المولي وهو رئيس طايفة صوفية في النهاية مرجعيتها الانصار صوفيق لانه المهدي تابع للسماني الغرش والدزين وين اختلف معاه؟ في الزعامة لكن في النهاية نفس المرجعية ونفس العقاية السنة الثالثة العدد تزعمائة وتزعمتاشر الصادق المهدي النقاب يهين كرامة المرأة ولابد من الغاء قانون الأحوال الشخصية ده مش يوم موضوع العلمانية؟ هل موضوع في الدعارة؟ او شراب الويسكي براو؟ النازل ما دايرين دي النهاي اديك اكبر من دل العلمانين شان يخون اتخليهم والله انا هو بقول لك الكلام ده عشان داير عندي معاك مشكلة شخصية او داير افضحك او داير كده دايرك تخلي العلمانين دي لانه دي العلمانية النازل كلامهم دا بنو على شنو؟ بنو على المنهج العلماني ذاته يعني انت لما تبقى علماني نجيض بتقول الكلام الشين دا تبدأ انت علماني مجيعة طيب بعد داك تشيل شي لتك مع ربنا قال المهدي اللي هو الصادق المهدي دي برضو جريدة الصيحة في امتى؟ قال تجربة النبوة صاحبتها اخطاء في الحكم رأيكم شوني اطلبها؟ قالوا الرسول اخطأ وصاحبتها اخطاء في الحكم دي العلمانية دي العلمانية دي جريدة السبت تلاتين ربيعة الثاني برضو في جنو؟ الصادق المهدي ذا اظنه زيل قعونجا بيقعوا دي البد لما يجي ربيعة الاول والتاني بمرك قال قال تلاتين ربيعة الثاني الف وربعمية تمانية وتلاتين الموافق تمانية وعشرين يناير الفين وسبعتاشر السنة الفاتحة دي العلمانية وياتو خطأ صاحب تجربة النبوة دي الله صلى الله عليه وسلم اخطأ وين لما لما اخى بين المهاجرين والانصار ولا لما انفتح مكة ولا لما انشر الاسلام كده ورنا كلام ده كفر بالله شاكده انا دار وريكم هل دي اخواننا دعارة هسي دي دعارة كلام ده موضوع في الدعارة ده ما نغاش في الدعارة شان تعرف انه يا اخونا العلمانية اصلا منهج قائم على شنو قائم على الكفر وعلى نقضة الدين والكلام في الدين رفت الصادق المهدي نفسه قال قال ينبغي اعادة قراءة ايات المواريث بما يتناسب مع العصر ها قال مسألة انه للذكر مثل حظ الانثيين يجب ان تراجع هذه الاية دي العلمانية يا اتا تبقى عين يا اخونا يا تبقى عليه عديل تقول يا اخونا انا علمانية والنبوة صحبتها اخطاء ونراجع الميراس والغرام ما نافع تبقى عليه عديل تبقى على الكفر ده نجيط ولا تقول العلمانية دي كفر بالله وتخليها لكن مرة انا علماني ومرة تشيل من ده ما بينفع وانتا ذاتك ما هتقدر تغنع به زول لانه لو جيت تغنعني اقول لك اسمع هذا رايك فيه شنو وانا مدأكد تماما انتو الكلام ده ما بتغره صح؟ بتغر الكلام ده؟ ما بتغره طيب كيف تغنعني بالعلمانية؟ اصلا العلمانية جايمة على شنو يا اخونا؟ جايمة على شنو؟ جايمة على ابعاد الدين وموضوع ما فصل الدين عن الدولة الدين ده دارين يشيلو كله من الحياة كلها طيب لو افترضنا معاك انه العلمانية هي فقط فصل الدين عن الدولة الكلام ده برضو مبجوز تعرف الموضوع ده؟ لانه ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال ذنب ناس قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعمل ربنا قال يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة طبقوا الدين كله طيب انا مسلم انا مسلم واتبع تعريفك بعض نط لسانك قلت العلمانية هي فصل الدين عن الدولة طيب انا الغرآن قال لي اخذ الدين كله في الدولة ذات وتاخذ الاسلام وهناك العلمانية قالت لي لا افصل الدين عن الدولة انا بزا لك اسمع راي منه كده انا بزا لك انت اسمع راي منه رب العباد جزاك الله خير يبقى يا اخونا العلمانية دي العلمانية اتا دي نقطة ما غدتا كون ما وضحت لك والله انا ادعوك تمشي تتعمق في العلمانين انا متأكد انت اول زل هتجي تحاربه وده برضو يا اخواننا ما فيه ما فيه انتغاص من قدر الانسان دي برضو نصيحة لي انا اول ولكن انت برضو يا اخونا انه لو الزل عمل او دخل في منهج لقاء وغلط وجمرك منه وقال المنهج ده باطل وما تجد انتهي معانا لانه اعنا ما كوره يا اخوان تسجيلات هرفتها انه ترجع للحق زي ما قال عمر بن الخطاب والرجوع الى الحق خير من شنو من التماد في الباطل انا لو لقيت غلط الليلة ورجعت منه ده ما معناه انت منه انا ما نافع لا لانه انا بشر انا بشر اختي واصيب هرفتها فالعلمانية دي فيها مسائل كفرية بعدين انت قلت قال يعني المساوى البلد متعددة وكذا هو الحاجة دي معلومة ما صحيحة سودان ده كله مسلمين ونحن حدودنا من الآن من الشمالية لغاية شنو النيل الازرق ويجبال النوبة ودارفور ده بيقى جنوب السودان وبجاية الشرك وبغاية عندك لغاية الغرب هناك انحن كلنا مسلمين تات مسلمين ما فينا اي شنو ما فينا اي زول نصراني كافرة فلو حتى بحكم العلمانية اللي بتقول الحكم للاغلبية الاغلبية في السودان شنو مسلمين يبقى نحكم بجنوب بالاسلام اشيال العلمانية برا حتى بحكم العلمانية عرفتها لانو العلمانية بتقول الحكم للاغلبية طيب الاغلبية في السودان شنو مسلمين يبقى نحكم بجنوب بالاسلام فدي مسألة مسألة انو نخلي المسيح يعمل على كيفه ونخلي المسلم يعمل على كيفه لا ما بنخليهم نحن كمسلمين ما بنخليهم نخليهم كيف هزول على باطل نحن المفروض ننقذ ونمرقه من الضلال نمرقه عشان تعرف انه دي اخواننا دعوة دنيوية العلمانية انت مسلم اي خليك على اسلامك انت صوفي خليك على تصوفك انت شنو خليك على منهجك يعني هي ما عندها معك مشكلة في الاخرة مشكلة معك انه ما تعمل لنا جوطة في الدنيا دي انت بس ابقى علي من كافر ابقى بيكفرك دي العلمانية اصلا كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالدين الحق هو الاسلام ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا وقد يسمى المنهج الباطل دين ربنا قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم شنو دينكم دينهم حق ولا باطل باطل صاح المشركين دينهم حق ولا باطل باطل وليا دين يبقى الدين الباطل برضو يسمى شنو دين لكنه دين شنو باطل ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا برضو ده دليل تاني فلن يقبل منهم وهو في الاخرة شنو من الخاسرين فنحن بندعوك يا اخونا والله العلمانية ما نفعت ما بتنفع وبعدين الصادق المهدي ده ما حكمنا بعلمانية تلاتة مرات تلاتة ديمقراطيات الصادق المهدي حكمنا الناس مرقوا قالوا لا بنزين ولا زهر يا الصادق يا ابن اخرى يا شنو يا شنو رفت كلام كثير قالوا في زمنه والمجاعات جات في زمنه رفت فالعلمانية ما نفع ما نفع ذاته بعدين العلمانية دي انت قلت هي فصل الدين عن الدولة طيب ربنا انا خاطبني بآيات وحديث في الدولة اطبقها ولا اخدتها برا شوف يا اخونا ازل لو شك في حكم واحد من حكم الله في آية واحدة بيكفر بالله سبحانه وتعالى تكفر بالله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فربنا ذنهم لانهم قبلوا شيئا من الكتاب وتركوا شيئا اخر شنو من الكتاب فلابد تأخذ بحكم الله جميعا ولذلك نحن بننصحك يا اخونا اه ان تخلي العلمانين دي وان العلمانية دي بتورطك والله وما بتحل لانسان مشكلة ولا حلت لينا مشكلة في السودان حلت مشكلة العلمانية ما حلت لينا مشكلة خليك من السودان الان جنوب السودان العلمانية حلت ليه مشكلة بعدين بعدين علمانية منه علمانية منه قبيل الأخ قال هي شبهة إنه بقول لك يا أخ في صوفية وفي ديل وفي ديل نحن نتبع منه برضو العلمانية نتبع منه حقة الصادق المهدي واللي حقة الشيوعين واللي حقة ناس اليو بيف واللي حقة منه ياته علمانية عرفتها؟ ولذلك يا أخوان العلمانية دي منهة خطير جدا خلاصة إنك بتصل ترد كتاب الله كله تبقى كافر بالله سبحانه وتعالى عرفتها؟ فده كلام خطير جدا فنحن بندعو أخونا ده والله يخلي المنهج وده ما فيه انتقاص لغدرك الإنسان إذا ترك الباطل ده فيه خير له وربنا سبحانه وتعالى بيرفعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى عائشة ومؤمنين رضي الله عنها من ابتغى رضا الله في صخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن ابتغى رضا الناس في صخط الله رضي الله صخط الله عليه وأصخط عليه الناس عرفتها؟ فالعلمانية لا عقلاً ولا شرعاً لا تستقيم ده المنهج العلماني السيء الباطي طيب بعدين قال مسألة الحرية أولاً حاجة من ناحية عقلية أخواننا الحرية دي في العالم ما مطبقة الحرية في العالم ما مطبقة المسلمين مش المسلمين أي دين في الدولة الشيوعية العلمانية ما بيطبق لأنه أصلاً الشيوعية جاءت لحرب بلاديان في أمريكا هناك في أمريكا الليلة إنت لو ما بقيت نصراني وده الإسم الحق ما بجوز نسميهم مسيحين لأنه المسيح نسبة إلى المسيح عليه السلام وهم عندهم علاقة بالمسيح وإنما يسمون نصارى ده الإسم الحقيقي حقهم الذي يجب أن يلقبوا به لو ما بقيت نصراني وفيه فرغ النصارى ذاتهم تبقى بورتستان يعني لو بقيت كاثوليكي أو أرثوزيكس ما بتبقى حاكم في أمريكا تبقى شنو بورتستان عرفتها لو بقيت مسلم بحكم أمريكا ولا ما بحكم ما بتحكم أمريكا عرفتها يبقى ما في حريات كويس أمريكا الكافرة ممنوع قيام حزب الشيوعي في دولة أمريكا في حزب الشيوعي الرئيسه منو في أمريكا في؟ ما في ليه؟ لأنه ما عندهم حريات يبقى مسألة أنه حريات وما حريات دي نحن بغشونا بأن نحن المسلمين لكن هناك ما في حريات حريات ما في عرفتها؟ بعدها من الحرية أنه نحن ما دارين علمانية دي من الحرية حقتنا هل بتقبلوا الحرية دي ولا بتقبلوها؟ شاكدا المنهج العلماني ذاته منهج متناقض يعني لو طبقته ذاته ما بتقدر تطبقه لأنه تطبقه وتطبقت ضده شغلة جاية عرفتها فنحن يعني بندعوك لأنه تترك هذا المنهج وتتبرى منه أما مسألة الصوفي والسلف إذا اختلفوا في المولد المسلم يرجع للكتاب والسنة بيفهم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل المولد ولا الصحابة عملوا المولد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج وإن تعملت المولد أها تسمع كلام الصوفي ولا تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المولد ذات عليه الصلاة والسلام ما عمله أنت تعمل كيف فأصو ما في اشتباه شوف لو اختلفت أنا وأخونا عليهم مد في مسألة أنت في النهاية مؤكل يعني مأمور أنك ترجع لجنو للقرآن والسنة وإذا كان طلاب جامعة القرآن الكريم ما بميزه بين الحق والباطل وهم أقرب الناس إلى ذلك فكيف يميز غيرهم رفتها؟ وأنا المسألة دي ما متفق معاك فيها أنه الطلبة لما يمشوا هنا قد يكون مثلاً الزل الزل ده جاب له شبهة وكده لكن لما يسمع الحجة الحقيقية ويسمع حجة الصوفي أنا متأكد تماماً أنه الإنسان بيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فرصة مفتوحة للمداخلات ترجمة نانسي قنقر